متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن أداة من الأدوات الجديدة الموجودة داخل Spaces الكنز اللي أنا شايفة أنه هو حاجة من الحاجات الجيدة جداً للاستفادة بيها داخل Hugging Face أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة سواء كانت أدوات لتوليد الصورة أو الفيديو أو التكست أو حتى لإنتاج 3D Modeling أو Question Answering Code Generation في حاجات كتيرة جداً Data Visualization في أقسام كتيرة جداً موجودة داخل ال Space لو حابب أن أنت تدور على حاجة جزئية معينة تقدر تروح للكاتجوري ده وتدور داخل الفئة دي على الحاجة اللي أنت عايزها النهاردة أنا لفت نظري أداة من الأدوات موجودة هذه الأداة في الجزء المتعلق بتوليد الصوت هي اسمها AI Podcast Generator من كوكرو TTS Text to Speech حابت أن أنا أجربها معاكم النهاردة عجبتني جداً في توليد النص لأن فيها تحكم في الاسكريبت ممكن أن أنا أعمل Edit على الاسكريبت وفيها كمان تحكم في الشخصيتين اللي بيتكلموا داخل البودكاست ممكن يكون الشخص مش لازم يكون 2 في ميلز أو 2 ميلز يعني 2 رجالة أو 2 سيدات ممكن يكون مثلاً واحد واحدة بيتكلموا في البودكاست أو 2 رجال و 2 سيدات فالموضوع هنا فيه تحكم أكتر وكمان فيه تحكم في الاسكريبت من قبل ما ننشئ البودكاست في حاجة بس بدايةً لازم أنوه عنها البودكاست اللي حيتم إنشاؤه باللغة الإنجليزية لا تدعم اللغة العربية حبيت أنوه عن النقطة دي ولكن هي أداة تعليمية ممتازة جداً لو أنت عندك محتوى عايز تفهمه لطفل مثلاً باللغة الإنجليزية هو بيدرس بلغة الإنجليزية ممكن هو يستفيد بيها أيضاً لو أنت عايز تعمل محتوى باللغة الإنجليزية محتوى قصصية تتكلم عن مواضيع ممكن أيضاً تعمل بودكاست باستخدام هذه الأداة يلا بينا نجرب هذه الأداة وحط لك الرابط في الوصف أسفل الفيديو وهي AI Podcast Generator من كوكرو TTS هبتدي أدوس عليها الوجهة بتاعتها سهلة جداً في الاستخدام أول حاجة هيطلب منك أن أنت تسجل بـ Hugging Face Account بحساب Hugging Face يبقى إذن لازم يقول لك حساب على Hugging Face فأنت بتروح تعمل حساب على Hugging Face بمنطقة البساطة أنا هعمل Sign In With Hugging Face هيدخني عليها بشكل مباشر وهي استخدامها سهل جداً أول حاجة أنت ممكن تجرب example من الexamples الموجودة هنا وممكن تكتب أنت عايز إيه ممكن تحط article copy و paste تحط article أو تحط document زي ما أنت عايز بتحط text اللي أنت عايزه هنا بالنسبة لي optional note theme المشهد هيكون عامل إزاي وهما بيتكلموا tone الحاجات دي كلها أنت ممكن تضيفها وهي optional وأيضاً بالنسبة لي الموضل اللي أنت هتستخدمه في إنشاء script هنا أنا هغلي deep seek r1 deep seek 1 لما جيت أشغاله ما اشتغلش معايا لكن deep seek r1 هو يعني أنا شايف أنه الموضل الأفضل والأحسن يعني فأنا هنا هستخدم deep seek r1 حيبتدي أنه هو بعد كده ينشأ لك ال script وهتقدر تعدل داخل ال script ولكن ال script بيكون موجود في فورمات اسمه yaml هنا أنا حطيت text والtext قلتله في ال episode ده اللي أنت هتتكلم عنه أو البودكاست ده تكلمني عن mysterious of atlantic وحطتله شوية حاجات أنا محتاجاها داخل يعني ال episode اللي هيتكلم عنه منها برمودة triangle أو مثلث برمودة وغيرها من الأشياء الأخرى عشان تبقى يعني ممتعة وبعد كده حتدي أقول له generate script حيبتدي ينشأ ال script حيبان عندي ال script بتاعي هنا بعد ما يتم إنشاؤه والprocessing حتبان قدامك بالمنظر ده وزي ما قلتلك هو بيستخدم deep seek r1 في إنشاء ال script هنا بيظهر عندي ال script زي ما قلتلك ده الفورمات يعني حتلاقي التعديل عليه سهل جدا اسمه y ml انت بقى هتبتل تعدل عليه ازاي هنستنى لحد ما يخلص عشان بس الشاشة تثبت هنا هو خلص انت بتروح عند كلمة text وبتبتدي تعدل داخل اللي انت عايزه عملية التعديل عليه سهل ولكن بما أن انت أصلا مستعين بديب seek r1 يعني فممكن ما تعدلش ممكن تكتفي بالمعلومات في حاجة عايز تشيلها ممكن انك انت تشيلها بعد ما خلاص تتطمل للسكريبت اللي انت عملته انت عندك two speaker speaker one speaker two هنا انت بتبتدي تختار speaker بتاعك مثلا انا هنا هختار مثلا speaker بتاعي يكون adam وهنا ال US ال accent الامريكي وهنا ال gb ال british accent او ال accent البريطاني وهنا هخلي مايكل وهنا فيه امكانية انت تحدد السرعة بتاعت البودكاست بتاعتك ال default او السرعة الطبيعية على one point two عايز تقلل شوية السرعة ممكن تخليه على واحد عايز تسرع اكتر ممكن تخلي one point three او one point four انا هخليه على one point two وهنا لو انت عايز تحط intro يعني music في اللي هي intro music ممكن تعلم عليها و to make it feels like radio يعني كأنك بالضبط كده بتسمع بودكاست في راديو فممكن تضيف intro music مش عايز خلاص ما تعلمش عليها في add small background noise لو عايز تحط كده noise في background عشان الموضوع يبين more realistic او طبيعي اكتر ممكن تعلم عليه وبعد كده هنبتدي نقول له generate podcast تم انشاء البودكاست البودكاست مدته 5 دقاي 24 ثانية مدته جيدة جدا هنعمله دلوقتي download ونسمع جزء منه مع بعض ممكن تحمله بفورمات wav وممكن ناخد من وقتك 10 ثواني علشان تحوله mp3 لو انت عايز فورمات mp3 وانا بشتغل بال mp3 فورمات طبعا على حسب لو انت هتعمل منتاج لفيديو وانت هتركب الصوت مع فيديو في الحالة دي يعني اغلب البرامج ممكن تكون بتشتغل بفورمات mp3 على حسب طبعا برنامج المونتاج اللي انت بتشتغل معه وهنا mp3 خلاص حوله وكده انت خلصت البودكاست بتاعك وحنسمع دلوقتي مع بعض البودكاست ونشوف جودته عاملة ازاي 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 في buddy وده كان جزء من البودكاست اللي تم انتاجه بواسطة كوكرو بودكاست جينريتور بشكل مجاني داخل هاجينج فيس زي موقتها هحط لك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو يارب بيكون فيديو النهاردة عجبكم إن شاء الله بإذن الله الفيديوهات الجاية حاول ما طولش فيها أو حاول ما تناولش حاجات معقدة شوية أنا لها بس ملحوظة صغيرة إن لاحظت إن الناس شوية استصعبت فيديوهات كونفيو آي أنا لما عملت كونفيو آي لإن أنا جايلي كتير جدا تعليقات الناس عايزة تستخدم مواقع مجانية زي ما قلتك فيش مواقع مجانية بشكل كامل وحتى النمازج المفتوحة المصدر الجيدة برضو موجودة بشكل محدود على المواقع فأنا حبيت إن أنا أساعد إن أنت تقدر تشغل هذه النمازج عندك على الجهاز بتاعك بشكل مجاني فعشان كده أنا اتكلمت عن كونفيو آي وكونفيو آي فيه إمكانيات كتيرة جدا أنا اتكلمت فقط لسه لحد دلوقتي على إنتاج الصورة في حاجات تانية إن شاء الله أنا أعملها بإذن الله أعتقد حيكون الموضوع يعني ممكن بعد شهر رمضان المبارك بإذن الله ولكن أتمنى إن الناس تاني توعيد نظر في مثل هذه الفيديوهات لإن فعلاً حاستعدك بشكل كبير ما تستصعبش الأمور أنا كان بالنسبة لي أصلاً إن أنا أشتغل على كونفيو آي صعب من الأول كنت حسن يعني الواجهة صعبة والأورك فلو صعب والدنيا كتير معقدة ولكن والله واحدة واحدة كده ماشيت مع الموضوع لحد ما أدرت الحمد لله في الفيديو التاني إن أنا أنتج صور باستخدام فلاكس ديف وإنتوا شفتوا قد إيه فلاكس ديف النتيجة بتاعته جيدة فحبيت بس إن أنا أتكلم في هذه الجزئية أنا ليه أتكلمت عن كونفيو آي واستخدامه زي ما قلت لك حبيت إن أنا يعني أوفر لطريقة تقدر إنك إنت من خلالها تنتج صور إحنا لسه منبتدي بالصور زي ما قلت لك بشكل مجاني من النماذج المفتوحة المصدر تستفيد بيها للمحتوى بتاعك مش هيتطول عليكم أكتر من كده أتمنى تكون سفاتكم في فيديو النهاردة زي ما قلت لكم في نهاية كل فيديو منساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متابعين الأعزاء متنساش اللايك وشير وكممنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته